بالتأكيد كما تحدثت هذه النقطة التي كنت أريد أن أبدأ بها يعني الظفرة منذ الدقيقة الأولى والهدف الأول لا نريد أن نقول بأنه هو أحبط من فريق الظفرة ومن معنويات اللاعبين لكن بدأ الظفرة غير مكترث بالمباراة لم يكن جاهزا تماما على العكس من أهلي الذي سيطر على 90 دقيقة من أجواء هذه المباراة مباشرة للحديث حول الفنيات باعتقادي لن يجيب أفضل من الكابتن عبد الحميد المستكي المدير الفني للنادي الأهلي كابتن كنا نتحدث في الستوديو التحليلي وكما تحدثت أنا الآن الظفرة مستسلم للأهلي منذ البداية والأهلي وجدها فرصة لكي يسيطر على المباراة ويخرج فائز صحة حتى أنا كلمت لها أول شيء الحمد لله على الفوز تعرف قلت لك إحنا بدنا نطلع من أجواء الأربع شهور كل ما حد قال لنا مبروك سلنا مشتاقي مثل ما قلت لك أمس الظفرة صح يعني أنا كنت حتى اللاعبتي قول واحد في أول عشر دقائق رح يريحكم كثير لأننا إحنا أيضا تعبانين إحنا قاعدين نلعب كل ثلاثة أيام مباراة إضافة الأهلي زيادة أنه كان عنده مباراة مؤجلة ومباراة خليجية يعني إحنا أكثر من الفرق الثانية بمباراتين لما تلعب في شهر ست مباريات أعتقد جنان في شهر ستة أو خمسة ولكن اليوم الهدف الأول ريحنا عندنا بعد ثلاثة أيام مباراة مهمة أيضا إحنا الآن نصبون أن نأخذ المركز الثالث علشان نتخل أسيوية طموح يعني فأعتقد أنه فريقي قلت لهم إذا يتسجل الهدف الأول راح تكون الأمور بسيطة يعني أنا صح اليوم فائز لكن اليوم خسرت اثنين لعيبة شباب أنا دفعت بهم في بداية المباريات من ثلاث أربع مباريات ومقدمين مستويات رائعة واليوم ينصابوا علي حتى اللاحب الأخير مواجد أنا خفت أيضا أنه تصيب لعنة الإصابات يعني كابتن كنا نتحدث قبل أيام عند استعداد الأهلي لهذه المباراة بإنك أنت وجدت عدد اللاعبين الشبان القادرين على تمثيل أهلي لكن كمدير فني وكوجهة نظرك فعلا هذا الوقت المناسب لللاعبين الشباب أنتوا تبحثوا في البطول المحلي عن تمثيل أسوي الموسم القادم وأيضا البطول الخليجية مهمة اليوم لما تقول شاب كام عمره اليوم انتخب ألمانيا كلها شاب كلها شباب لما ما لعب كابتنهم بلاك ما حد سأل عنه كابتن اليوم لازم تعطي الشاب فرصة عمره ثمانتعش متى بيفيدني هذه هي مشكلتنا أن شباب اليوم دوري الثمانتعش لا جمهورة ولا عالمة فيعاملوك كمحترف من ضفرك لرأسك وإحنا لازمنا نطبطب عليهم شاب وصغير إذا ما ينفعني أنا 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 أقول ظهر الفريق الأول فريق السبعتعش والثمانتعش إذا ما يي ويكون ميولة يا أخي شو أفضل شي في الفنادي هو الأستاذ أجمل شي في الفنادي إذا ما يكون ميولة أن يشوف الأستاذ أجمل مكان في الفنادي أعتقد أنه ما يحق لأنه يلعب حتى لو وصل للخمسة وعشرين عدد لعيبين عمار لعيبتنا في الملعب صغيرة مايك ثمانية وعشرين ساعة وعشرين العالم كله يطالبوا بالأعتزال اليوم كان فارو ثمانية وثلاثين ليش؟ لأنه بدأ يلعب صغير اليوم أنت يعني لازم تعطي هذا الولد دفعه حتى الضغط للعيبة الكبار لازم أن يكون هناك لعيبة عشان أنت تخلط الخبرة والشباب تحس الفريق قادر على أن يوقف على أرضية الملعب كابتن قبل أن نبارك لك الفوز بكلمة واحدة نعم أم لا بالرغم من الأداء المتوضع للظفرة راضي عن أداء الأهلي؟ أكيد راضي كابتن أنا راضي عن أداء اليوم في ذنة إحنا لعبنا مباريات كابتن ماسكين الكورة تسعين دقيقة وخسرنا آخر عشر ثواني ما حد قال لنا أنتو زينين أنا راضي في ذنة اليوم لدينا فرصة للسنة الجاية هذه المباراة راح أيضا تعطينا بطولة هاي أكيد راح أرضى على النتيجة وبعدين ما فيها تعويض فيها فوز والحمد الله شكرا لك كابتن أمد الحميد وألف مبروك بالنسبة لكم نعم إذن نبارك لأهلي أهلي دبي فوزوا وتأهلوا إلى دبي